السلام عليكم معكم أحمد حتاحي بالفيديو اليوم حنتكلم عن النام مانيجر شو هو شو أهم ميزاته وشو وظيفة تضمن برنامج أكسل هل أنا لاحظت نو أتوقفت من الطابل صار عندي شي اسمه نيم للتابل طبعا فيني غيره لما أقف عكل خلية إلى اسم بنعرض هون صار عندي كل شي إلو أسماء وكل شي مصنف فأنا وأتحدد رينج معين ممكن أعمل إعادة تسمية لهذا الرينج عن طريق الضغط على هذا الزر وأكتب مثلا رينج واحد بدي أنتبه لما أكتب أي اسم ما يكون في عندي فراغات أبدا بضغط انتر خلاص صار اسمه هاد رينج واحد كيف أني ممكن أعدل على هاي اسمه ضيف خلايا إنخلايا أمحرينجات قديمة كيف ممكن أعمل كل هالتعديلات بالدخول لشي اسمه نيم مانيجر ضمن تاب فورميولا بروحها نيم مانيجر أو اختصاره بالكيبورد كونترول F3 بروحها نيم مانيجر بلاقي عندي أكتر من شغلة في عندي الرينج واحد اللي سميته والتابل 2 التابل طبعي لما أقف على كل الوحدة بلاحظ أنه فيني أعملها مثل مثل إعادة تصنيف أو إعادة هيكلة فلما أفتع المعادلة عندي هون بلاقي أنه مكتوب الحركة اليومية بين كوت هو اسم الصفحة طبعي بعدين إشارة التعجب بعدين S$ دليل إنه الرينج سابت كيف فيني عدله لما أكبس على هذا الزر وأمحي القديم مكتوب وحده من أول وجديد بهالحالة بيكون حدد التعديل الجديد بكبه الصح تم التعديل التابل 2 طبعا ما فيني أعدل فيه ليش لأنه كل الخيارات للتعديل متاحة عندي هون ضمن ديزاين كل شي بدي أعاد له هون موجود نرجع للنيم مانيجر في عندي أعمل شي اسمه نيو سمي اللي بديه ديكم سنهون في فراغ هاد الفراغ شو سوا حط فيه أندر سكور حاليا أنا نتسمي رينج 2 مكان الرينج تبعي حائم القديم وحط الرينج اللي الجديد هو هاد واضغط أوكي بالحالة صار عندي رينج 1 ورينج 2 طب أنا الرينج 1 ما بديه delete الرينج 2 بدي أعدل اسمه ساويه رينج 1 بكبس edit 1 اوكي هاي أهم ميزة يعني هاد هو النيم مانيجر تقريبا اللي بيخليني يتحكم بأغلب أغلب العمليات الخلفية بأكسيل فوقتو أيفون كبس يساوي رينج بلاي رأسا ننزل اسم الرينج ضمن الفورميلة تبعاتي فبهالحالة صار فيني يستخدم الأشياء اللي بسميي لأسماء ضمن معادلات وهاد الشي بيعطيني أفضلية كبيرة أثناء تنفيذي للمعادلات هاد كان درس اليوم متمنى يكون مفهوم بسيط كان معكم أحمد حتاحد السلام عليكم